صاحب باللين، دي كلمة بتاعت الفشلين الى اخيره هرجع على ازاي تقدري او اذا حبيت انت تأيمي تجربتك على شاشة التلفزيون كموزيعة ايه اللي حبتيه ايه اللي ما حبتيهوش لا التجربة كلها ما حبها جدا كلها كلها ما كانش فيها اي حاجة ما عجبتكيش الخلافات اللي بتحصل في الشغل عادية يعني ما هيش خاصة بفكرة ان انا موزيعة هي خلافات طبيعية ممكن تحصل في تصوير مسلسل ممكن تحصل في برنامج لكن هي خلافات طبيعية الاختلافات الشخصية دي عادي انا تعودت عليها وانجوينج ما عنديش معا مشاكل وبفصل ما بين الخلافات العملية في نطاق العمل وعلى الخلافات الشخصية ما عنديش مشكلة بس شغلتي كموزيعة علميتني كتير جدا الاحتكاك المباشر والقريب والمستمر مع زملة ده بيعلمك وبيقويك ويخليك اكتر حنكة وسياسة مهم؟ ودبلوماسية انا شخصية ما كانش عندي اللياقة دي بتاعت ان انا امشي اموري وان انا اعرف اتحايل على المواقف وانه انا افصل ما بين ان احنا مختلفين وان احنا نخش قدام الكاميرا نعم البرنامج حلو وبالاخص في نفسنا يعني عشان ما تحكش عليك علمي كتير ليه؟ شو معنى نفسنا؟ اشتغلت ثلاث سنين مع زميلاتي الموزيعات البرنامج كانت نوعية وطبيعته خاصة جدا كنا بنلعب بالنار يعني كان البرنامج قائم على البينج بونج ما بيننا كنت قاعدة مع الكوميديانات جمدين جدا سريعين البديهة جدا عندهم اكسپيريينس جمدة جدا اقوية جدا شخصياتهم وحضورهم فكان ان انا اخد مكاني عالطرابيزة ما كانش حاجة سهلة ابدا لان انا برضو ما عنديش خبرة ما عملتش مسرح انتصار وبدرية كانوا يعني طبعا عاملين مسرح والمسرح بيعلمك كتير بيعلمك انك يكون عندك سرعة بديهة تلقط الافي من بعيد تعرف تباصي الافي حلو تعرف تعلي الافي حاجات كتير قوي انا عالم بعيد عنه فعشان اخد مكاني عالطرابيزة واكمل ثلاث سنين ده كان مجهود كبير ايام صعبة كتير نفسنا كان برنامج صعب جدا وعظيم جدا وناجح جدا تجربة غنية بكل ما فيها من تفاصيل بقى ماكملتيها شوية لا هي انا عقدي خلص مع القناة والحقيقة ان الاستاذ طوريق نور ما كانش عايز يعمل سيزن جديد من نفسنا في الوقت ده في الوقت ده هل فعلا البرنامج كمليان خناقات زي ما كنا نقرأ او نسمع او احيانا نتابع كان فيه مبالغة كتير قوي في اللي بتقرؤه كبيرة جدا يعني كان فيه مبالغة كبيرة جدا واعتقد انه نفسنا كان ليه عشان ناجح فكان اي خبر بيكتب عنه بتعمله حلة من الاخراج كده والتطخيم بتاع عشان يبقى ملفت ومثير للجدل اكتر لكن حقيقة انه كان اللي كان بيحصل العشر اللي كان بيكتب وما كانش مشاكل قيل ان انتو عملتوا تشكيل ضد واحدة من زميلاتكم ثابت البرنامج بعد كده وانتقلت للعمل في محطة تانية تشكيل عصابي تشكيل تشكيل مقاتل ممكن لا ما حصلش لا ما حصلش ما حصلش ما حصلش ان كان فيه اي تشكيل مقصودة على فكرة احنا ما كانش عندنا كانش فيه حاجة مقصودة ما كانش عندنا تكتلات لا احنا نفسنا كنا بنختلف مع بعض طول وقت فما كانش عندنا تكتلات واحزاب ما كانش عندنا ده لكن كان فيه حد مش قادر ما حدش فينا قادر يتعامل معاه يعني مع اختلاف شخصيتنا وثقافتنا وخلفيتنا وخبرتنا ما حدش فينا عارف يلاقي معاه يلاقي نفسه معاه او عارف يحتوي وهو مع الشخص ده اللي انت بتتكلم عنه ما عارفش برضه ما عارفش يعافر ما كانش عنده يعني انا كان مفروضة اكتر واحدة ابقى متعطفة لان انا اكتر واحدة كنت تحسة بالشخص ده لانه افبنذار يعني كنت في هذا المكان وكنت بهذه الحالة وكان عندي هذه الصدمة في الاول بس حاولت بس ما معرفناش طيب ايه الفرق ما بين التجربة بتاعة القاهرة والناس والتجربة بتاعة لا مفيش مقارنة لان القاهرة والناس كان طاق شو اه ارتجالي بنسبة تسعين في المينة اي نعم كان ورانا ناس بتكتب الحقيقة واي نعم انه كان فكرة استاذ طارق نور انه لما انا فاكرا لما جيه وقعدنا وقالينا حعمل برنامج اسمه نفسنا ونقول ايه الاسم الغريب ده وحتعمله كذا كذا في البرنامج ودي فورمات البرنامج وعايزك وتولعه في بعض من باب التمثيل يعني هو كان فيه جزء كمان كبير منه اه اداء اه يمكن ما كانش اه ما وراهوش مشاعر حقيقية هو كان اداء لحظي للحالة يعني انت صارت روح نغزاني بكلمة فروح انا ايما مغلس عليها ببقين كان كله فيه كتير من الارتجال والتمثيل اه ده تجربة ده انت بتمزج التمثيل بالتقديم البرامج واحنا في رمضان عملنا سكيتشات كوميدية يعني احنا تشقلبنا في البرنامج ده اون هو برنامج الاول كلام ستات البرنامج الاولاني في اون كان برنامج نسائي بيتكلم عن مشاكل المرأة في المجتمع وبيتكلم يعني برنامج حواري راجل واتنين ستات اقدر اقولك هو المكان اللي بين المكانين المنطقة اللي بين المنطقتين راجل واتنين ستات فيه كتير من الارتجال فيه كتير من الالفة مع بعض معنا عنصر ذكوري في الحلقة فدايما الpoint of view بتاعت الراجل موجودة وده بيعمل جدل وهو البرنامج قايم في الاساس على الجدل ما بين الراجل والست في الافكار وجهة النظر فلا راجل اتنين ستات انا شايف انه عامل بالنس خطير بس راجل محاصر ما بين اتنين ستات معشان انتو باتنين معشان انتو باتنين مين اللي قال هو كده دي اشعاي لا مش صحيح احنا غلب من الكل اوه والله العظيم يعني باستغرب جدا محد بيقول كده يعني انا عمري ما شفت راجل كسب مناقشة مع ستة اصلا فتخيل اتنين لا بس احنا الحقيقة بنحاول مع زملائنا الرجالة يعني ان احنا نكون حنينين يا عمري